من مجلس الأمة حيث قدم عدد من النواب اقتراحاً بقانون لتعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن فترة الإغلاق أثماء جائحة كورونا اقتراحاً برغبة لنقل إدارة الحدائق العامة في المناطق السكنية إلى الجمعيات التعونية وسؤالين إلى وزيري التجارة والنفط وأوضح أنهاء داود معرفي أن الاقتراح بقانون الذي تقدم به مع النواب حمد المدلج والدكتور حسن جوهر وعبدالله الأنبعي وعبدالوهاب العيسى ينص على تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن الرواتب والإجارات التي ترتبت على فترة إغلاق مشاريعهم أثناء جائحة كورونا والتي تسببت بتراكم أديون التي يعانون منها حتى الآن تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن جائحة كورونا بالرواتب والإيجارات التي لليوم يعانون منها وهناك مديونيات كثيرة تراكمت على أخواننا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكان السبب من وراء إغلاق الحكومة لبعض الأنشطة في فترات معينة في أنشطة تسكرت في أربعة تشهر في ستة في ثنائش في بعض الأنشطة تسكرت لمدة طويلة فتعويضهم يكون بالرواتب والإيجارات خلال فترة الإغلاق لكل النشاط إلى حدة رح يكون تعويضهم في هذا القانون إن شاء الله